السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام كله بسمعنا معكم الاستاذ صفاء من قناة يوتيوك وكل بسمعنا الاول مرة واجه بالفيديو ما ينساش يشترك ويفعلنا الجرس حب اهرفوني في قناة ثانية اسمي يوتيوك معرفة وفي قناة ثلاثة اسمي يوتيوك مالكة التعبير اتمنى منكم الاشتراك في هذه القنوات فضلا وليس امرا اشتركوا في قنوات يوتيوك مخصصة للتعبير انشاءات ووضايات اذاعات تقارير تلخيص زروس حلول وغيرا من محتوى القناة لا تنسونا باللايك وممينت للقناة نريد تعليق جميل مثلك لنعرف رأيك في القناة وفي الموضوع اليوم التعبير عن حسن معاملات الاخرين كيف نعامل الاخرين عندنا سند وتعليمة السند تعلمت ان الحياة المدرسية كبيرة وتعلمت فيها ان السعادة ان اعامل الناس بكل مودة واحترام تعليمة اكتب فقرة تتحدث فيها عن كيفية معاملات الاخرين كيف دعاك اليه عفوا كما دعاك اليه الله والرسول لتحقيق المحبة والمودة والطمانية ونشر السعادة موظفا اسم اشارة جملة منسوخة بكانة وفور المطلق وفاعل نقرأ التعليمة جيدا اللي هم من التعليمة يريد هنا فقرة مقدم عرض خاتمة كيف نعامل الناس ومعاملات الاخرين كما دعان الدين الاسلامي الله ورسوله لتحقيق المحبة والمودة الطمانية ونشر السعادة يجب ان موظف كمان اسم اشارة اسم اسم الاسماء الاشارة جملة منسوخة بكانة اه مفور المطلق اه فاعل فور المطلق فاعل اه تمام ندخل في حلة هزي الوضعية مقدمة هنا اطرق بياد مسافة كلمة ما اجب ان نعامل الاخرين معاملات حسنا اسلوب تعجب نضع علام تعجب دي كده المقدمة ساطر يصلح ان تكون مقدمة اسلوب تعجب اه العرض اطرق بياد اه مثل المقدمة بياد يعني فارغة اه العرض ماذا اكتف العرض المطلوب مني في التعليمة طالب مني كيفية معاملات الاخرين ان من اهم ما يجعل الانسان اه يجعل الانسان متميزا ويجعله متقربا ان الله عز وجل محبوب بين الناس هو تحليه بالاخلاق الفاضلة الذي تجعله يحسن معاملات من حوله وللتعامل الحسن مع الناس اوجه كثير منها ان يكون الانسان بشوشا ذو كلمة حسنة وفعل طيب ذو كلمة حسنة وفعل طيب فالتعامل مع الاخرين يجب ان يكون مبنيا على حسن المعاملة والاحترام واللين والتسامح كذلك الهدوء والتواضع والابتسامة ويجب ان يبتعد الانسان عن القصوى والغلظة والعصبية والسخرية والاستفزاز فهذه من الاخلاق السيئة التي حضرنا الاسلام منها ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فضا غليظ القلبي لم فضوا من حولك وكان الرسولنا الكريم حسنا في المعاملة والقدوة في التعامل الخاتمين اطرق بيد مسافة كلمة المعاملة الحسنة تنشر المحبة والود والسعادة والطمأنية وتقول علاقات وبها تقلل المشكلات والمشاحنات ويقول الله تعالى آآ شاهد اخر عندنا آآ شاهدين آية قرآنية في العرب وآية قرآنية في الخاتمة ويقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله وقوله للناس حسنة صدق الله العظيم دي كده الخاتمة آآ خلاصة الموضوع آآ استنتاج او خلاصة الموضوع في سلاس اسطر والشاهد بتاعنا ايه قرآنية وآآ ده المقدمة دي المقدمة اسلوب تعجب والعرض عندنا آآ ده كده العرض كيف نعامل للآخرين اترك بيات في بداية المقدمة اترك بيات آآ او فارغة في بداية العرض اترك بيات ايضا في بداية الخاتمة انا نسيت هنا ما اترك بيات لكن اترك بيات مسافة كلمة كده انهيت الموضوع آآ والظفط المطلوب بني في التعليمة آآ فقرة فقرة يعني مقدمة وعرض خاتمة نتحدث فيها عن كيفية معاملة الاخرين آآ كيف نعامل الاخرين نعملهم آآ بوجه بشوش آآ زو كلمة حسنة وفعل طيب آآ يكون التعامل مبني على حسن المعاملة والاحترام واللين والتسامح والهدوء والتواضع والابتسامة والابتعاد عن القصوى والغنظة والعصبية والسحورية والسفزات دي كلها كيف نعامل الاخرين آآ تمام اسم اشارة اسم اشارة نضع خط تحت اسم الاشارة هذه اسم اشارة اا جملة منسوخة يكوون الانسان وبشوشا هذه جملة يكون الانسان وبشوشا جملة منسوخة بكوانا كان او يكون سواء كان في الماضي او في المضارع وفي عندنا جملة منسخة بكانا كان رسولنا الكريم حسنا في المعاملة كان رسولنا الكريم حسنا في المعاملة نختار واحدة فقط هو يريد جملة واحدة فقط نختار هذه الجملة أو هذه الجملة نفول مطلق يريد هنا مفول مطلق نفول مطلق معاملة معامل الناس معاملة معامل معاملة معامل معاملة فاعل عندنا الفاعل نبحث عن الفاعل الإنسان هنا لا أعفوا الفاعل الإسلام برضو فاعل في عندينا رسولنا برضو فاعل كان أعفوا إحنا خلينا للإسلام والإنسان الإنسان يبقى الإنسان يبتعد الإنسان فاعل فاعل الإنسان فاعل أو الإسلام برضو فاعل نختار دي أو دي رسولنا لا وليست فاعل الإنسان أو الإسلام تمام؟ يبقى جملة المنسوخة كان رسولنا الكريم حسنا هذي الجملة المنسوخة جملة منسوخة بكعنا ومفعور مطلق وإسم إشارة إسم إشارة إسم إشارة لا أعجبكم الفيديو متنسوشوا اللايك كومنت القناة دعم لنا تحفيزا لنا تقديرا منكم على مجهودنا المجزول دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسوخة